سلام الله عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات للجمال مع إلهام وصفة اليوم إن شاء الله ستكون وصفة سحرية رائعة للغاية لعلاج المشكلة للجفاف الشعر والخشونة والتقصف استخدامه على أحد وصفات الكيراتين من البيت والأرقبين وقام بالأشعر الأمر وستخدام رائعة لك وصفة نتيجة تأليك والأمر ولدتك صغر وفي هذا المكون السحري هو كريم كينتا كنا نعرف كريم كينتا هو لبي بأكيد كنستخدموه الوليدة دينا الصغار نستخدموه حتى لي نحن الكبار يعني حتى المناطق الحساسة الجميع المناطق الموجودة في الجسم الصراحة باش نكونوا صارحين مع بعضنا البعض أنا شخصيا كنستخدموه الإبنة ديالي مع العلم أنه هي في عمر صغير ومع ذلك كنستخدموه لها والله العظيم اللي رائع جدا الإحمرار لعلاج الحبوب لعلاج جميع جميع المشاكل الحمد لله وتمانون مناسب فهذا الحزم الصغير على ما أعتقد كامل 13 درهم مغربية عند البقالة وفي الصيدلية ما عرفتش بالضبط شحال 8 ديال وبنت في الصيدلية فالمهم ستلقوه في الصيدلية وحتى عند البقالة را كيبيعوها الحجم الصغير اللي كيعمل 13 درهم يعني 160 يعني لغلي على مسكين غير الحجم الصغير جي به وخدمي لي به الشعر ديالك وخدمي لي به الشعر ديالك وغادي تفكريني فقبل الغزلات ديالي ما مشون تعرفوا على مكونات الوصفة أشنو تتسنيني جبت لك وصفة حتى الباب دارك فاشتركي في القناة فعلي زي الجرس خليلي تعليقاتك وقتراحاتك وستفساراتك و الأسئلة ديالك وكل ما كيتعلق بيك أي حاجة حبيتيها في الفيديو لأي موضوع بغيتيني تكلم عليها ولا أي حاجة بغيتيني نهضر لي عليها في مجال الوصفة الطبيعية أكيد لأن القناة مختصة في هذا الدومين فمرحبا بكم كاملين وكملات تتحليلي غير الوصفة اللي حبيتي وأنا معالي إلا نجي وعني نشارك معك الوصفة اللي أنتي بغيتها فكما قلت لكم وصفة اليوم هي عبارة عن كيراتين طبيعي لغلع لمسكين ماكينة ل500 درملة لألف درملة غيرها فغير 160 تبقلي هاد الوصفة هدي وحتى المكوين التانوية لزيت لكم يعني ضفت لكم في الوصفة باش نقوي وهكتر أحمد الله حتى ومرخص توم بساطة في المتناول ديال جميع فكما قلت لك كما قلت لك أول ما رأيك تشتركي بوسالي كبيرة وفعلي زي الجرس وخليلي تعليقاتك وإقتراحتك مرحبا بكم ونشو باش نتعرفو على المكوين التانوية أكيد المكوين رأيسي تعرفنا عليه لهو كرام كينتا ديال ميتين وستين لغلع لمسكين هانتوما هاد الحجم هاد الصغير كيجيب هاد الشكل هاد كما كتلاحظو رأي كان استخدمه انا الابنة ديالي وكن استخدمه حتى في هاد الوصفة هادي يعني وصفة ديالي وما عبارة عن كيراتين طبيعي هاد الماركة حمد الله ماركة تحفة تحفة بامتياز ما كان شكرها شغيرة أنا بوحدين مغربي كامل كيشكرها وتامنها مناسب كانين بعض الكريمات زوينين من غيرها ولكن تمن دياله تمن ديال هاداك الكريم تيكون مثلا كيعمل حد 50 درهم 100 درهم 150 درهم فبالتالي كريم يعني الحاجم دياله سواء كان كبير او لا صغير بها التمن هادا فهو غير مناسب نهائيا وخاءت كل فعالية دياله ممتازة ولكن الكريمات ارخاص اللي تيكونوا ارخاصين يعني فعالين وتامنهم مناسب فهذاك هاداك هو الكريم اللي كان مشيولوه نفسه وهذا الكريم الحمد لله مشهور منذ زمن طويل ماشي غير يعني هاد الفطره هادي ولا هاد المدة هادا فالحمد لله منذ اوام وسنين كبيرة 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 وكثيرة بالنسبة لمكونات التانوية غات تحتاجوا معي ان شاء الله الى الزبدة هنا خديتليكم الزبدة ليليا كانت تستخدمه انا شخصيا بشكل كبير في هيوات مسممين بظافت ديال الحويجات فغانعمليكم الزبدة ليليا انت هلا ما عندكش عملي زبدالة بخيغي عملي 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 عده عدة انواع ديال زبدة ما تذكرتو مش الان وانما كنين بظافت ديال ليمارك فالمهم استخدمي هاد نوعية ديال زبدة 7 درهم ملعقة من زيت الزيتون نستخدمه بشكل كبير مثلا إلا ما توفرش عندي الزيت ديال البلاد كيما تقولو إحنا اللي تنمشي أنا بنفسي وتنجيبو فمني ما تحضر الشاي وما تيكونش أولا كيكون مثلا تقعدة فكنا أخذ هاد الزيت هذا اللي هي الزيت وادسو سارة معروفة مش غير أنا اللي غنذكرها ولا إشار فما كان لا إشار لاحتاج حاجة بالعكس هاد الزيت هذا معروف منذ زمن طويل والناس هما اللي كيجربوه بشكل مستمر هما اللي غدي يحكمو عليه فالتعالق فهده باندوزل طريقة تحضر بش منطولش عليكم كتر فغادي تاخذ معايا الزبدة هنا يا ليليا أي ماركة مش بشرط ليليا كيما اكتلكم وغادي تاخدي معايا مقدار وحضل معايا ديال هاد الزبدة هادي أنا خديت هنا معايا وانت يخودي اللي عجبك وغادي نبدأ معايا وغادي نبدأ معايا وغادي نبدأ معايا إلا ما معاكتوهاش خصوصاً لكانت في التلاجة مثلاً أنا هاد الزبدة عندي يالله جبت هاده بمتلاجة كان حتافض بيها تماما فمن الأحسن تحيدوها متلاجة قبل واحد لمدة مثلا أنا هنا رمحيتها فغادي نتمحن كم واحد شوية في أنكم يعني نتمعكوها ضروري ما استمركت لما كنت نجحش الوصفة تمعكوها وهاد المعالقة اللي عملت شعر طويل ثلاثة حتى الخمسة شعر طويل زبدة نضيف العسل نضيف العسل نضيف العسل كراتين نضيف العسل نضيف العسل نضيف العسل نضيف العسل نضيف العسل نضيف العسل كرام رق some نضيف العسل الزبدة نضيف زيت الزيتون نضيف معلقة العسل نضيف زيت الزيتون 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 نضيف زيت الزيتين ويقوم بعمل البلاستيك الهدائي ويجعل هذه الاغوصية في شعر ومن بعد وصلت على شعر ومصحة والراحة ونشاء الله بعد استحمامك الأول مرة في هذه الوصفة ستفكريني كما تلك الكيراتين طبيعي طبيعي بـ 13 درهم بـ 260 وماشي بـ 500 درهم كما كنا عرفوه في الصالونات فاشتنبشيو على الأقل وحد 500 أو 600 درهم سنضعه في كيراتين ونجيب اما احنا عملنا كيراتين بـ 260 في البيت ديالك مع ولداتك ووصفة ماشي صار حاليك غرب وحدك صار حاليك نتي وبنياتك اما لما ماشيتي للصالون ستعملها بـ 200 درهم بنياتك سوما بـ 200 درهم فاكيد كي مقتمان غير مناسب نهائيا نهائيا اللي بنات لأشياء دائما نحاولو نصوبها في البيوت ديالنا وفي المنازل ديالنا باش تقام علينا بأشياء خييصة وبأشياء بسيطة بسيطة للغاية فانتمنى هاد المصفاه هدي تنال الريدة ديالكم وتنال الإعجاب ديالكم وما تنسونيش بالبيج لايك لايكات 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 تشتركوا في القناة تفعلوا زال جرس وشكرا لكم ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة